اشتركوا في القناة ان المطورين جلسين يخدعونكم المطورين جلسين يسهلون لكم اللعبة من غير ما انتم تحسون العاب كثيرة بنذكرها اليوم خمسة منها راح تشوفون وتستغربون كيف ان لعبة مثل هذه المطورين خدعوكم وسهلوها عليكم لكن قبل ما نبدأ لا تنسون وضع زر اللايك وشتركوا في القناة والحين خلونا نبدأ اول لعبة معنا لعبة محبوبة الجماهير كراش باندكوت الجزء الثاني من تطوير نوتي دوك المطور بدأ يفعل تقنية اسمها ديناميك ديفيكلتي في الجزء الثاني لان كثير من اللاعبين كانوا اشتكون من صعوبة الجزء الاول اللي كانت تنرفس والمطور اندي قابل ذكر انهم كانوا يبون اللاعبين الاضعف اللي هم النوبس يصيرون احسن بدون ما يأثرون على اللاعبين الجيدين اللي هم المحترفين عشان كذا طبقوا نظام دي دي اي ديناميك ديفيكلتي اجسنت وبهذا النظام يخلي الكل يعرف يلعب كراش وايضا يصير يحب العب كراش ولكن بدون ما يحس ان المطور سهل عليه اللعبة واحد من الامثل المهمة مرحلة الصخرة اللي تلحق هل تعرفون انك انت كل ما تموت اكثر في اللعبة من هذه الصخرة مع الوقت الصخرة تصير ابطأ بدون ما انت تحس لما تصير ابطأ بتصير تقدر تعديها اكثر او هنقول فرصة كبيرة انك تعديها اكثر وهذا من الاشياء الغيروها واذا مو بس كده حتى الصندوق العادية اذا شايفوك انك تموت كثير راح يحولو لك واحد من الصندوق العادية اقرب واحد لك الى صندوق في اللعبة فهي لعبة معنا لعبة حبوبة الجمهير ايضا لعبة تريزينت ايفل فور مين ما يعرف تريزينت ايفل فور كلنا عارفها لكن هل تعرفون ان اللعبة ايضا المطورين حطو لكم دايناميك ديفيكلتي اجسمنت بالجهتين يخلو اللعبة صعبة وخلو اللعبة سهلة مثلا لو شوفوك تلعب لعبة مرة ممتاز وقعد تنتف بالزومبيز اللعداء راي هاجمون باندفاع اكثر وضرباتهم تصير اقوى لو كانت اللعبة سهلة بالنسبة لك وايضا لو كنت حب تستخدم السلاح معين بتلاحظون ان اللعبة راح تقلل من فرصة انك تلقي رصاص السلاحك هذا عشان تجبرك ان يتغير سلاحك لكن هل تعرفون ان مثلا لو دخلت غرفة وفيها زومبيز فوج من الزومبيز ومت في ذيك الغرفة المرة جاية لما ترجع الغرفة هذي عشان تحارب نفس وجه الزومبيز راح لو تدقق تكتشف ان عدد الزومبي قل عساس سهل عليك انك تعدى من هذه الغرفة زي ما تشوفون دخل الغرفة هذي وكان في زومبيز اثنين فوق سنايبر زي ما تشوفونهم دخل مات المرة ثانية لما رجع الغرفة لو تلاحظون نفس عدد الزومبيز موجودين اللي تحت بس اللي فوق الاثنين مختفين لانه سهلوا اللعبة عليه دينامك ديفكلتي مو دائما حاجة مش كويسة ولا انه حاجة الضر اللاعب او تهينهم لا فيه افكار كثيرة استخدموها مثلا شركة فالف استخدمتها في لعبة ليفت فور ديت طبعا لعبة فور ديت معروف عن هالي ماي عرفها عبارة عن لعبة اربع لعبين تتلعبون ويجوكم فوج من الزومبيز في غروف خانقول تختلف او مراحل تختلف بفترة وفترة وتحاولوا انكم تعيشون من هذا فوج من الزومبيز اللعبة طورت الذكاء الصناعي فيها سمته الديركتر او المخرج هذا المخرج هو المسؤول عن مكان خروج الزومبيز او ماكن الاسلحة وحتى ايضا مسؤول عن متى تشترل الموسيقى في اللعبة هذا الشي ساعد ان اللعبة تكون مميزة وتكون تجربة مختلفة لك والغيرك في كل مرة تلعبون فيها المهم الاساسيسي المخرج هو ان يتحكم اماكن الزومبي ويقرر ان اي نوع من الزومبي يطلع لك حتى في الجزء الثاني تطوروا هذا النظام بحيث حتى ان احيانا يغير شكل المراحل ويجيب لك اماكن وطرق جديدة هذا النظام رهيب ويعطى اللعبة تجربة جديدة لكل شخص رابع لعبة معنا هي لعبة Gears of War من تطوير شركة ايفيك جيمز المشهورين بلعبة فورتنايت طبعا معروف ان العابل تركز على اونلاين يكون فيها تحدي وهذا السبب اللي خليه ممتعة من الاساس لكن مرات اذا جيت تتبدأ تتجرب لعبة اونلاين جديدة وخسرت من اول مرة لان اللي غيرك فنانين ومحترفين يجيك احباط يمكن البعض ينديك نوب ويمكن انك تكره اللعب وتتركها مرة تلعب مرة ثانية لكن بعض الالعاب تعطيك مجال انك تتعلم من خلال تيتوريال او تعطيك ادوة تساعدك في البداية وبعض الالعاب مثل جيزفور تعطيك قوة زيادة مخفية والاكد هذا الشيء مسؤول التصميم السابق في الشركة لي بيري اللي قال بان 90% من اللاعبين جيزفور ما يلعبون مرة ثانية اذا ما قتلوا احد من اول مرة والحل ايش يسوون انهم اعطوا اللاعبين الجدد دامج زيادة عشان يقدرون يقتلون بهذه الطريقة يضمون ان هاللاعبين يرجعوا لعبون مرة ثانية اخر لعبة معنا هي لعبة بايو شوك ايضا بيني منا ما يعرف بايو شوك لعبة رعب على فرست بيرسند على قصة رائعة شي رهيب جدا ومن شركة تطوير من تطوير توكي اللعبة تميزت بالقصة ذي ما قلت لكم والاجواء العامة والتوجه الفني فيها حتى البعض قال ان هذه اللعبة هي اول لعبة تقدم الالعاب لانها ممكن تكون وورك اوف ارت او عمل فني المطورين استخدموا التقنية هذه عشان يعيشونك لحظات معينة اللي تخليك تحس انك خلصت مكان صعب او تخلصت من عداء في اللحظات الاخيرة قبل ما تموت ايش سوى المطورين المطورين تعمدوا ان اول طلقات من العدو ما تصيبك وهذا ايضا ذكروا المخرج اللعبة كيفين ليفاين في تويتر مثل ما واضح الصورة قدامكم عشان يكون عندك فرصة انك تتصرف وتبعد عن المكان وتتخبه يعني اول ما تقابل عدو جديد ويطلق عليك طلقات ما رح تجيك ولا حتى من طلقات هذه وهذا الشي يساعدك انك تحس انك انت محترف وفنان وهذا كانت حلقاتنا الخمس اشياء زي ما تشوفون الموضوع شوي نرفز انك انت واتحس بنفسك انك محترف لكن تقهارك اكثر ان المطورين ما قاعدين يثقون فيك عساس ان في ناس ما يعرفون يلعبون يبوني سمع علامة مهمة هذه يعني انا هنشوف شخصيا لو افضل حطوا نظامين ايزي و هارد زي ما حنا متعودين بدل ما ان يرغمونك انت يا اللي تلعب هارد يسهل عليك لعبة مغير ما تحس حاجة جدا تقهار لكن طبعا ولو واحد منطورين وقتها راح يعترف هذا الشي لان هذا الشي راح يضر اللعبة و سمعتها فما بالك لعبة تسكروا ايش بيصير لو حطونا ايزي مود و ايش يصير لو فعلا كان فيها الديركتر هذا يصعب اللعبة اكثر او يسهلها اكتب تحت التعليقات ايش تاكف الموضوع و ايش تتوقعون في العاب ايضا لعبتوها فيها نظام نظام الديناميك دفكولتي فيها و كاما معكم هذا الشي حياتيكم العافية مع السلامة